السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة إيقاف الإشعارات المزعجة في جوجل كروم في الهاتف فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جداً بسيطة كل اللي تحتاجون تسوونها تفتحون متصفح جوجل كروم بعد كذا تذهبون على الثلاث نقاط اللي فوق على الإسار ومن هنا تذهبون على خيار الإعدادات فهنا يا شباب في طريقتين عشان نقدر نوقف الإشعارات المزعجة في جوجل كروم الطريقة الأولى تنزلون آخر شي تحت رح تحصلون إعدادات المواقع الإلكترونية تضغطون على هذا الخيار وبعدين تروحون على خيار الإشعارات فمن هنا كل اللي تحتاجون تسوونها تقفلون هذا الخيار وبعد كذا ما رح تجيكم إشعارات جديدة ولكن يا شباب فيه تنبيه بسيط المواقع هذه اللي ظهر معانا تحت هذه المواقع المستثناء من الحضر فهذه المواقع الشباب اللي تحت رح تستمر تجيكم منها إشعارات فعشان نوقف الإشعارات من هذه المواقع أن نفترض مثلا موقع بإنترست تضغطون عليه وبعد كذا من هنا تقفلون هذا الخيار وترجعون للخلف لو تلاحظون اختفى من هذه القائمة وما رح يجيكم منها إشعار فمن هنا تقدرون تلغون كل المواقع بحيث أن ولا موقع يجيكم منها إشعار أو تقدرون تسمحون لأي موقع أن يرسلكم إشعار فأنا مثلا هاي الثلاثة المواقع أحتاجها ترسل لي إشعارات فرح أخليها فالآن شباب رح ننتقل على الطريقة الثانية فالطريقة الثانية شباب ترجعون على الخلف ترجعون كمان مرة على الخلف فرح نرجع لهذه القائمة فهنا لو تلاحظون في عندنا في نفس القائمة خيار الإشعارات تضغطون على هذا الخيار فهنا رح يوديك على جميع إشعارات جوجل كروم فهنا تنزلون تحت شوي رح تحصلون هذا الخيار اللي هو إظهار الإشعارات الخاص بالمواقع الإلكترونية فتقدرون تقفلونا فكذا ما رح يجيكم أي إشعار من أي موقع إلكتروني أو تقدرون لكم تسمحون بالإشعارات ولكن من مواقع محددة تختارون مواقع اللي تبغون تيجي منها الإشعارات بهذه الطريقة الآن هذه الثلاثة المواقع أنا سمحت لها أنها تيجي منها إشعارات فهذه كان الطريقتين يا شباب بكل اختصار إذا حابين تعرفون أكثر عن جوجل كروم أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة